والصفقات بقى يناري بقى التركيز قوي ولاعي بقى كبار طبعاً الحزبة دي برها أشرب بن شرق براها.. أشرب بن شرق خالس؟ لا مش براها برا الزمالك براها لو اتفقوا معاه يعني لو حصل اتفاق مع أشرب بن شرق يعني لو حصل اتفاق هيخلصوا مع أشرب بن شرق و الموضوع وصل لحد فين في أشرب بل طيب موضوع أشرب بن شرق إزمالك تتكلم قا اتكلم لأول مرة إزمالك تكلم الأسبوع اللي فات تحديداً أستاذ عمرة أدام عضو مجلس إدارة نادزة ملك ودي ممكن تبقى مفاجأة للناس لأنه هو مش مع ملف الكورة هو اللي تكلم مع بن شرقي وموكلاء بن شرقي حصل بوكالمة ولكن لسه لحد النهاردة في خلاف الخلاف بيتمثل فيه أشرب بن شرقي كريم والوقلابتوعه شايفين أنه هو لعب فري أنت كنت لو راح تشتريه من الريان كنت أحتاجت فعلك مثلاً 2 مليون دولار مليون دولار طب قدي لللاعب الفلوس دي فالعرض اللي هم عايزينه راتب سنوي لا يقل عن مليون خمسمية لا يقل بأي حال من الأحوال وانت لو راح تشتريه هتدفع رقم وقده قدي اللاعب 3 مليون في سنتين خاصة أنه طبعاً بين شرقي 30 سنة فعلى ما يلعب سنتين كمان يبقى 32 مش هيبقى برضو مطلب أول لأندية الخليج أشرف عنده عروض خليجية على معلوماتي عنده الغرفة اللي بيلعبه فرجاني ساسي عنده عرضين من الدور السعودي الأغدود والوحدة عنده كمان عرض من الوداد بس هو حسن ما أنا فاهم أنه عنده رغبة إنه لعب مع الزمالك هي رغبته الزمالك رغبته العودة للدور المصري والزمالك اللاعب عارف أن الزمالك عنده سوبر أفريكي برضو الكونفدرالية الزمالك بالنسبة له بطولة سهلة المنافسة مش زي منافسة دور الأبطال فعارف أنه هياخد بطولات في نفس الوقت هو عايز يرجع ينور مع الزمالك أشرف بنشرق من ساعة ما مشى كريم من الزمالك بعيد عن المنتخب بعيد عن الأضواء فعارف أنه هو هيستعيد بريكه ونجوميته وعودته كمان للمنتخب تكون من بابة الزمالك ولكن ده ما يجيش على حساب الماديات يعني عظيم